موسيقى دعم هذا يعني كان بدأ ابتداءاً يعني اليوم الموالي لحفل اختتام الألعاب البحر أبيض المتوسط وإن كان أزداد تعليمات وإنحط كل إمكانيات لوزارة شباب ورياضة وهي اللي راه يعني تبع في تحضيرات الرياضيين المواعيد المهمة ومنها الألعاب الأولمبية خاصة والألعاب البراليمبية ونظن أنه يعني كل الرياضيين اللي راه هم يعني راه هم يحضروا للألعاب الأولمبية وللألعاب البراليمبية نظن أنه كل إمكانيات راه يمتوفرها عند الاتحاديات المختصة تحهم ولهذا يعني الدعم ما راه هم مبدأش من الآن الآن هو يعني تأكيد على أن الدولة دائماً وراء هذي الرياضيين اللي حضروا للمواعيد الدولية خاصة الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية والبطولات حتى الإقليمية الأخرى نظن أنه خاصة المدة الأخيرة هذي وإن كان يعني دعم كبير وكبير جداً من الدولة الجزائرية لهؤلاء الرياضيين حتى إن شاء الله يكونوا في أحسن الظروف لي إن شاء الله لتحقيق أحسن نتائج ممكنة ما زال كان الرياضيين آخرين اللي يقدروا يتأهلوا لأنه ما زال ما زال اللي ضدت للميت الكاليفيكاسون نطمان بول الجيدو اللي راح يكون يعني بطرة الإفريقية اللي هي مهمة جداً فيها نقاط كتير راح تكون في الأيام القليلة القادمة ورياضيين آخرين كما كألعاب القيوى يعني الحصول على الحد الأدنى للمشاركة نظن راح يكون كذلك عدد ما زال عدد من الرياضيين اللي قدروا يجدوا يتأهلوا إن شاء الله اللي يرتفع على العدد إن شاء الله اللجنة الأولمبيا يعني هي ممثلة هي اللي تمثل اللجنة الأولمبيا الدولية عندنا وهي اللي تحضر للتوسكية الأولمبيا يعني كل الألعاب الأولمبيا هي اللي تقوم يعني بالمرافقة وتحضير يعني اللوجستيكي للألعاب هذي ولهذا يعني تنسيق منذ مدة يعني بين الوزارة وما يخفلكش أنه كذلك في اللجنة الأولمبيا كان عدة الرياضيين اللي عندهم يعني المنح للتحضير ولهذا اللجنة الأولمبيا يعني كذلك تساهم في تحضير هؤلاء الرياضيين فيها الرياضيين يعني اللي عندهم عندهم حضود كبيرة للحصول على ميداليات يعني رهم رياضيين بينين في 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 الملاكامة النسوية هاساتاً في ألعاب القوى كذلك نظن أنه الرياضيين اللي رهم يعني برزوا على وداروا نتائج جد و جيدة وإن شاء الله يكون الرياضيين آخرين اللي يقدروا يعني يشرفوا تبقى هذي هذي ألعاب أولمبيا ما رايش ألعاب يعني كما احنا نحب نفوز بميداليات كما كان مئتين وستة دولة مشاركة تحب تفوز بالميداليات ولكن يبقى لدي من الطموح ولأنه عندنا عندنا رياضيين اللي راهم في مستوى يعني مستوى عالي جداً وهذا هو الهدف إن شاء الله تعاكل كل الرياضيين ولكل دولة اللي تشارك تحب تربح ميداليات لأنه ميدالية أولمبيا تبقى يعني لها وزنها ووزن كبير ترجمة نانسي قنقر